مظاهرات الطلاب الأمريكيين ضد استمرار العدوان على غزة تلهم الطلاب في فرنسا ومشاهد اقتحام القوات الأمنية للجامعات الأمريكية أعادت الشرطة الفرنسية إخراجها بمعهد العلوم السياسية العريق في باريس وأخلته بالقوة من عشرات الطلبة المؤيدين للفلسطينيين كما أغلق المعهد الشهير فرعه الرئيسي أمام الطلاب بعد احتجاجات منددة بالعدوان أنا هنا لأن الشرطة أبعدتني لقد سحبوني إلى الخارج لكنني هنا لإدانة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة أريد أن أظهر تضامني مع الشعب الفلسطيني أريد أن تتسع لقعة هذه الاحتجاجات كي تصل إلى كل الجامعات في توليبياك وكلينانكور وغيرهما وهذا ما نكافح لأجله الغذب الطلابي في فرنسا تطور إلى إضراب عن الطعام رفضاً للعلاقات الأكاديمية مع الاحتلال التي يسر المعهد الفرنسي على الاحتفاظ بها هناك إضراب عن الطعام شرع فيه عشرة طلاب من معهد العلوم السياسية منذ أمس من بينهم ثلاثة طلاب من جامعة رانس هناك حوالي مئة طالب معتصم داخل المعهد منذ مساء أمس حاول طلاب آخرون الانضمام إلى الاعتصام لكنهم منعوا من ذلك انتفاضة الطلاب في فرنسا ضد العدوان على غزة مستمرة رغم حملات القمع والتضييق ورفض مطالبهم نريد أن يكون لممثلي الجامعات موقف واضح من المدبحات التي تحدث حالياً في غزة بمجرد أن تدعم فلسطين يطلق عليك اسم معادل للسامية رغم أن كل ما نريده هو أن يتمكن الشعب الفلسطيني من العيش بحرية وأن لا يغضى الطرف عن مقتل أربعة وثلاثين ألف شخص في غزة على غرار ما يحدث في الجامعات الأمريكية الحراك الطلابي لأجل غزة يتسع في فرنسا ليصل صداه إلى جامعات أخرى ولم ينجح القمع في وقف زحفه ترجمة نانسي قنقر